فالكتاب شيء الله يرسله والنبي يبين ما في الكتاب ذلك الله قال عن سيدنا النبي وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس فكانت مهمة سيدنا رسول الله بيان ما أجمله القرآن المجمل في القرآن النبي يفصله المطلق في القرآن الشيء المطلق النبي يقيده الشيء العام في القرآن النبي يخصصه بمعنى إيه الاستلاحات دي علشان باتبقى المصطلح إنه شيء يعني مجمل شيء عام ليس فيه تفصيل الله سبحانه وتعالى مثلا قال وأقيم الصلاة وآت الزكاة تمام وذا أمر ما فيش تفصيل مجمل مجمل النبي ماذا قال قال صلوا كما رأيتموني أصلي وعلمنا كيف تؤدى الصلاة فمهمة النبي ما هي التبيين بيان التوضيح البيان والتوضيح والتعليم لذلك منهج الأنبياء منهج مهم جدا ومنهج سيدنا رسول الله يعني منهج عظيم حتى أن السنة قد يعني في بعض الأحيان تستقل بالشرع عن القرآن بمعنى أن القرآن مثلا لم يذكر فيه تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها هو الذكر التحريم الجمع بين الأختين وأن تجمعه بين الأختين إلا ما قد سلف نحن علمنا التحريم تحريم الجمع بين المرأة وعمتها من أين من سنة سيدنا رسول الله من السنة سبحان الله هو المنهج التطبيعي وزي ما حددك قلت يعني اللي بيبين وبيوضح المعاني وده يحكى لينا نقاف عند معنى مهم أن الكثير بيعتقد أنا خلاص عندي عقل وعندي ربنا مديني القرآن وأنا أعرف أذاكر أنا من نفسي وأنا أفهم أنا من نفسي أو من الكتب فدايما علماءنا ومشايخنا يقولوا لازم يكون فيه معلم بيوجه بيوجه ويعلم بيبين الكلام وده رسالة مهمة نحن مفتقدين لها المربي القدوة اللي أنا أجعله قدوة ليا وأخذ منه المعلومة وأنا متطمن وأنا يعني في قلبي سكينة وطمأنينة وليس ريبة وليس شك يعني تأخذ المعلومة من أهلها من أهلها وتحت أهلها دي خطوط كثيرة خطوط علماء بالضبط علشان هو ده اللي بيعمل للخلل وتلاقي ناس بتقططع أمور وتفهم على مزاجها فبيحصل خلل ولغبطة فلازم من المصادر الموصوك فيها معانا تليفون أستاذة فوزية السلام عليكم أهلا وسهلا أستاذة فوزية تفضّع لي زي حضرتك وزي أستاذ أهلا وسهلا بخير الحمد لله بص أختي والنبي يعني أنا هاي بتي أنا أرمالة وبتي لازم يدوها لحمة فرقها أنا على المعاش بأخذ معاش تمام وبتي بيدوها لحمة فرقها يجوز أنا أخذ ملعقة يجوز أن حضرتك تأخذي منها ولا لا هو اللي بيدوها لحمة فرقها بيقولولها تديها الحد معين لا بيقولولها الحد بقولها قضي فرق دي تمام هي بتقولي أنا خايفة يعني من ربنا قلتها أنا كمان أسأل نجوز ناخد ولا لا طب ثانية واحد دي أستاذة فوزية حدتك محتاج تسألها في حاجة يا شيخ نادي لا خلاص خلاص تمام طيب تمام يا أستاذة فوزية هي دلوقتي بنتها موكل لها إنها توزع اللحمة دي للي محتاج فهي بتقول هي يعني ستة كبيرة وعلى المعاش فهل إنها تقدر تاخد من اللحمة دي أولا أمر الوكالة أمر أمر جائز إنه الإنسان يوكل حد حتى إنه يضحب الإنابة عنه تمام إنه يدينه مثلا مبلغ يقول أنا فوضتك إنك أنت توزع المبلغ ده تمام يدينه اللحم ويقوله أنا فوضتك فالأمر الأول اللي إحنا ينبغي نلفت النظر ليه إنه ما دام حد وكلني يبقى أكون أهل للثقة وأهل إنه الحاجة دي فعلا تروح لمستحقية دي أول شيء تمام طيب الحاجة التانية والله أنا أعرف حد قريب لي والدتي مثلا صدد الحديث عن الوالدة بالضبط وهي محتاجة ما المانع يجوز لها أن تعطي لوالدتها مثلا كيس من زي ما بتدي للناس تدي لولدتها ما تبقاش فيها شبه يا شيخ نادي لا لا ليس فيها شبه لما دامت هي محتاجة بس إحنا للأسف يعني كلام الناس ونظرات الناس بتختلف وبعدين يعني لو أنت سألتيني الأفضل إيه الأفضل إحنا قلنا جائز الأفضل إيه الأفضل إيه عشان أتجنب خالص إنه حدي يعني يلقي على ما سمعي إنه ددت لولدتها واللحم اللي كان جاية فرقتهم فرقتها على أقاربها الأفضل إن أنا ما تديش اجتنابا للشبه لكن جائز لكن جائز جائز وكمان الاحتياج دي قضية نسبية يعني ممكن يكون حد شايف نفسه محتاج وهو مش على نفس درجة الاحتياج فيه اللي محتاج أكتر منه فهي بتبقى راجعة في النهاية للظرف وللوضع هي لو هتدي وحتى لو هتاخد لنفسها هتاخد لنفسها زي ما دت للغريب بالظبط بس تماما ربنا يعني ربنا يبارك لهم إنهما يتحروا في التفاصيل دي الواحد بيفرح صراحة بتسليف ونزي ربنا يبارك في حضرتك يا أستاذة فوزية وفي بنتك ترجمة نانسي قنقر